التغليض الوارد على الكتمان في الكتاب والسنة شديد ومفزع يقول الله وتباك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذه عقوبة طرد من رحمة الله ولعن لعن من الله ولعن من الملائكة ولعن من اللاعنين جميعا يقول الله وتباك وتعالى إن للذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغجرة فما أصبرهم على النار عقوبة الكتمان في هذه الآية هي دخول النار لا كما يأكل في بطونهم إلا النار معناه ليس لهم إلا دخول النار ثم مع ذلك إن الكتمان في الغالب والعادة لا يكون مجانا لا يكون من غير مقابل النار يكتمون من أجل حضوة ومن أجل وظيفة ومن أجل تودد أو وعد بمنصب أو غير ذلك وإذا ذكرت الآية الشراء فقالت أولئك ما يأكل بطون وليكلمهم الله يوم القيامة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغجرة فما أصبرهم على النار ويقول تبارك وتعالى وإذا أخذنا مثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وأشتروا به ثمن قليلا هذه الآيات وغيرها هي صحيح نزلت في أهل الكتاب وفي أحبار اليهود الذين كتموا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه ولكن العلماء كافة يقولون هي عامة كما هي في اليهود وأهل الكتاب فيها هي في العلماء من أهل الإسلام وهذا هو ما عليه سلف الأمة وهما ذكر عبد الله بن عباس وذكره أبو هرية رضي الله عنهما يقول ابن عباس رضي الله عنه إن كل ما ذكر الله من ذنب أهل الكتاب فالمسلمون محذرون من مثله ترجمة نانسي قنقر